لهم هيقاطلوا من اجل المدية البروزير مدية البروزير هي تعني كثيرا جدا ندى الاهلي وأحدش عرف ايه قيمةizes توقف عالمconside تتويق هنا في البطولة العالمية dunk ال похожة اقام لك و هي اغنية قطمنا ل каждق post الى ميلوج ولا عنه جائمة إلى انه اغنية قطمنا بلнов Hotline معرفش ايه ميلوجه ذلك يا كابت ان اساما والله العظيم والله العظيم لكن الناس ديام يعني مش قدرين استوب يعني اي كاس عالما من تتعرفش عن اي كاس عالما يعني ايه؟ العالم كلكله كنا مع النادر اهلي ما يعرفش يعني ايه لما اهلي كسب التحاد جدا كل صحف اوروبا كل صحف اوروبا اتكلمت على يفوزه النادر اهلي كورديولا في المطابر الصحبي ايه دعاية ممكن النادر اهلي ياخدها اعظم من كده يعني انت حاول الروحة البرازيل دلوقتي لو حت برازيل وسألتهم تعرفوا ايه؟ يعرفه النادي الاهلي لعب مع المراس ولعب مع فليمونسي ولعب مع كوريانيز يعني لعب مع تاد انت برد تروح هذا اليابان هيقولك الاهلي اللعب مع يوميوري ولعب مع هيروشيما وكسبهم كسب يوميوري الياباني ستة ساعة تمدين وخدم منه وفي اليابان كسب صاحب الأرض على أرضه وسطه جمهوره مبارات الافتتاح كابتن النادي الاهلي بقي ترند العالمي بجد يعني خلاص بطول كاس العالم دي خلت النادي الاهلي احطه في حتة تانية بجد الخلاص النادي الاهلي بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي جداول المباراة وهي بتتحط انت النهار ده كاس عالم أندية في أسبوع بتلعب ثلاث مباراة من العر الثقيل طبعا مباراة مضغوطة فيها كميات جاري ونواحي بدانية كبيرة يرسى كده ممكن يقول لها دورة بطالة أفريكية يرسى كده ده حاجة فوق الوهم والخيال يعني تطلع من مملكة عربية السعودية على أبو ظابي عشان السوبر بالشكل الجديدة تلعب مبارتين اتنين وخمس انت فين من الجدول خاصات انت عندك كاس أمم انت عندك تمن لاعبين من الناد الأهلي في منتخب مصر لو يقدر الله لو فيه إصابة عضلية الخسر الأول منتخب مصر فينك انك تريح مباراة حتى السوبر المصري تعمل يعني فارق ما بينهم عشان اللعيبة والاستشفى مش مكن يعني أنا للأسف شديد أنا بقول ان الاتحاد كتورا ضحى بالمنتخب الوطني من أجل بطولة تسويقية يعني من أجل تسويقها أنا مش عارف يعني احنا في عزة الضغط كلها في عزة الضغط كلها انت مش لاقي يوم يوم اللي تلعب فيه مباراة دورية أنا روح عامل دورة مجمعة بطولة سوبر دورة مجمعة في دولة برة عشان أمور تسويقية لا طبعا يعني هل ده توقيت ان احنا نستحدث بطولة ده مش توقيت يا خطل أسامة يعني مش توقيت بجد يعني ازاي ازاي أنا عندي كاس أمم جاية وعندي الفريق الكريزة بتاعة كاس السوبر جاي بيلعب كاس العلم الأندية وراح عامله بطولة مجمعة في دورة الإمارات واعد أسبوع كامل الأسبوع ده أولى بيه المتخب الوطني يا خطل أسامة يعني أو النادر أهل يرجع ويلعب مباراة أو مباراتين في الدورة والموضوع ينتهي لأن النادر أهل بعد ما يخلص بعد كاس الأم أفريقية ديها عنده ضغوط غير عادية يعني دولة كل رداء الله يكون فعلوا بعد ما يخلص كاس الأم أفريقية ديها شوف اللي حصل النادر أهل في البطولات المحلية هنا هيلعب كاس مصر ويلعب نهاية كاس مصر ويلعب مباراة للموضوع الدورة كل أفريقية ويلعب كما احتزار الأهل عن الرابط النهاردة طبعا ده قرار رائع 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 لأن كان مستحيل مستحيل نادر أهل يخد يعني نحن بتكلم على أن النادر أهل السنة فاتت أن النادر أهل خد خمس بطولات قلنا ده موسم يعني إزاي فريق الناس مش مستوعبة إزاي نادر أهل يخد خمس بطولات في موسم واحد السنة دي بتكلم في سبع بطولات أنا هبه تمانية أنا شايف القرار موفق جدا 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 للنادر أهلي وخاصة كمان أن البطولة بصراحة يعني أنا محبش حشر بطولات كابتن أسامي أنا محبش حشر بطولات أنا أحب أجندة أجندة إحنا حشرنا بطولة الصبر دي لكن مش ينفع كمان نحشر كمان بطولة كاس الرابطة وانت عبقى كاس الرابطة دي ودي كمان فرصة فرصة لاتحاد القرى أنه نلعب مباريات المؤجلة في بطولة دور العام لو كان فيه من الوقت لكن آبا كابتن أسامي يعني إحنا الوقت الناس كلها زعلانة جدا جدا على أن النادر أهلي خسر من فلمونسي في بطولة كاس العالم خسر من بطر كوبا أمريكا النهاردة منذ قليل في فريق برامدز خسر من سان داونز تخيل لو كان الأهلي نهاردة كان بلعب مع سان داونز وخصر في القاهرة شوف كان إيه اللي ممكن يحصل النهاردة وبرامدز مش مجهد حتى كم المباراة اللي لعبها ولا كم السفر ولا دور العام ولا حسر الخبر النهاردة عندنا بطل مصر أنا قلتلك المشاهدات بتتعمل في الإعلام وفي كل شيء نادي الأهلي حط النادي الأهلي هتلاقي الناس كلها قاعدة بتتفرج كل ما هتقطع أكتر هتلاقي الدنيا تعلق معاك يعني أنا كابتن ملتمس العزر الخبراء والقادر يظيم ملتمس العزر نادي الأهلي اللي هو كعب داير بره وجوه يعني النادي الأهلي لف العالم كله في ثلاثة شهر ملتمس العزر وفيه فريق تالي وفي ستة وعشر مباراة وبيلعب منتخبات وطنية وبيلعب كل المتخبات الوطنية ومنتخبات شباب وكل الكلام ده كله ملتمس العزر وهاجمه وهاجم اللعيبة وأقول النادي الأهلي وهم ومدير الفن بيألف تصرحات أو بيختلق مبررات ويجي ناردة فريق زي بيرو يخسر الناردة من سان داونز على أرضه هنا في مصر هنا شوف الناردة لو كان الأهلي يعني أنا بقول بصراحة يعني يعني إيه اللي ممكن يحصل الناردة لو كان الأهلي الناردة خاصة من بيرو من سان داونز في القايرة الناردة كنا نقعد ملاحم سنين وأيام لتكلم على أخسارة النادي أهلي من سان داونز هنا ليه أنت تعادلت تعادلت بس مع شاب والزداد وأنت متصدر مجموعتك الدنيا قامت مع عادتش طبعا وأتبراءها هزيم وتصدر مجموعتك دلوقت الإعلام بتعامل مع تعادل النادي الأهلي على أنه إخفاق وكرسة بيتعامل مع تعادل النادي الأهلي على أنه أخفاق وكرسة دا ممكن يكون عظمة النادي الأهلي ممكن طبعا ممكن هم يكون دا تفكيرهم يعني هم عرفين النادي الأهلي أكبر بكتير من من مقرد ناء دي فبيتعامل معا أنه هو نادي عالمي غير قبل والخصال المنافسة على بطوت الدوري شاف المنافسة ازاي شكلها السنة دي لأهل كنباط